أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نور وبصائر سوف نتحدث عن رسالة القرآن العالمية فالقرآن الكريم هو رسالة للعالم أجمع صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل حضارة إنسانية بداية كانت أو من أسماء الحضارات فالقرآن ليس كتاب تعبد فحسب بل هو كتاب حياة كتاب حضارة كتاب ثقافة يعني بكل نواحي الحياة حياة الفرد حياة الأسرة حياة المجتمع حياة الدول إنه فعلا دستور ونظام قانون صالح لكل الأفراد والمجتمعات والدول عبر التاريخ الإنساني فالله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه الكريم الذي قال في حقه سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذا النبي الذي أرسل بكتاب الله الكريم كيف لا يكون هذا الكتاب كتاب عالمي بامتياز لنتحدث في هذا الموضوع نصدي فضيلة العالم الجليل الدكتور الأستاذ دكتور حسن المناعي من جامعة الزيتونة بتونس الشقيقة له العديد من المؤلفات من مؤلفاته المعجم المنير لألفاظ التفسير من التحرير والتنوير في حوالي ألف صفحة أهلا بكم أستاذي كريم مرحبا بكم وبساعدة المشاهدين أستاذي كريم هذا القرآن المعجز الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويعتبر هو المعجزة الكبرى التي خص بها رسول الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء مع العلم أن رسول صلى الله عليه وسلم خص بكل المعجزات التي خص بها الأنبياء يعني من جنسها بل أبلغ منها لكن المعجزة الدائمة إلى أن تقوم الساعة هي معجزة كتاب الله الكريم القرآن لماذا كانت هذه المعجزة هي معجزة خالدة تصلح لكل زمان ومكان وحضارة في كل أرجاء المعمور بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحقيقة أشكرك على المقدمة التي قدمت بها كتاب الله قدمته ككتاب عالمي إنساني هذا المعنى إذا أردنا أن نتبينه في رسالة القرآن نستشفه أو نلاحظه من أول لحظة النزل فيها صحيح إنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حرا ولكن هذا الغار هو الذي شعت منه أنوار نحو الإنسانية كلها كان يمكن أن تكون الآيات الأولى التي نزلت تتحدث عن التوحيد كان يمكن أن تقول له قل هو الله أحد أو تقول له ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول فأنت رسول لهذه الأمة أو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفة كان يمكن أن تحدث عن ذات هذا النبي الذي سيرسل كان يمكن أن تقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن الخطاب كان خطابا آخر إقرأ كان بإقرأ ولكن إقرأ هذه لم تكن إقرأ للمؤمنين ولا للمسلمين هي إقرأ للإنسانية كلها ولم تكن قراءة واحدة وإنما كانت قراءتان أو أمران بالقراءة أمر الأول قال فيه سبحانه وتعالى إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لم يتحدث عن مؤمين أو مسلمين وإنما تحدث عن الإنسان كإنسان فكأن الخطاب الأول مواجه إلى الإنسانية كلها إقرأ قراءة تبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا يوجد أي كتاب على وجه الأرض يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم غير القرآن فالإشارة واضحة إلى كونك يا محمد الخطاب له وكل من سيتبعك ستقرأ قراءة تستند أساسا إلى هذا الكتاب الذي سينزل لك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وأردف مسألة هذا الأمر بالقراءة لتذكيره أنك أيه الإنسان أنت مخلوق في هذه الأرض ذكره بأصله الذي ليس له خيار في وجوده أو اختياره كان نطفة فإذا به يصبح إنسانا هذا الإنسان لم يهمله الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض وإنما أرسل له رسلا وأرسله كتابا كتابا هو خاتمة هذه الكتب فالقراءة الأولى هي أمر بالقراءة النصية القائمة على كتاب الله فيها كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا الكتاب هو الذي سيعتمد عليه في قراءته من سيعتمد كل الإنسانية يهيب عليه أن تنتبه إليه وهي مطالبة بأن تقرأه وأن تتبين ما فيه هذا مستوى القراءة الأولى وهناك قراءة ثانية رديفة لها وداعمة لها هي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن هي قراءة ثانية في نفس المستوى القراءة الأولى إذا كانت القراءة الأولى نازلة من عند الله فالقراءة الثانية هي قراءة قلمية قائمة على الجهد البشري أي قراءة ستصنعها أنت أيها الإنسان يبقى دائماً الخطاب للإنسان الخطاب لعقل الإنسان سيقرأ بالقلم ماذا يعني؟ أين سيقرأ؟ سيقرأ في مجال كرم الله لقد تكرمت عليك بالخلق خلق هذا الكون بكل ما فيه من الأسرار وكل ما فيه من القوانين وكل المواد التي أوجدتها لك عليك أن تقرأها بماذا؟ بقلمك والإشارة إلى القلم تعني إشارة إلى العقد إلى الفكر إلى العقل إلى التفكر إلى الاستنباط إلى البحث إلى الإجتهاد كلها وسائل سوف تعتمدها إذن الأمر بقراءتين قراءة نصية قائمة على كتاب الله إلى خيار لك فيها نازلة من عند الله ستجيبك عن أصلك وعن حياتك وإلى أين أنت ذاهب ستخبرك عن مجالات لا تستطيع أن تخترقها ستخبرك عن يوم القيامة وعن الجنة وعن المصير أين سيكون إذن هي قراءة تريحك من عناء البحث والتفكير في مسائل قد تبدو صعبة على الفلاسفة أن يصل إليها رماميتي هنا في طريق البحث سأريحك في هذا المجال بهذا الكتاب الذي سينزل ولكن حياتك وفي كل صغائرها وكبيرها سوف تتطور فيها وتتقدم فيها بقلمك بعقلك في مجال وضع فيه الله سبحانه وتعالى كل الأسرار ولذا العلماء لا نجد عالما يقول وجدت هكذا حقيقة علمية بفكري لا يقول اكتشفتها معنى ذلك أن عناصرها موجودة من الكون إنه بحث هو بحث ووصل إليه بأي وصيلة بالقلم إذن المزاوجة بين هاتين القراءتين هما النداء الأول الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى لم يكن خاصاً للمؤمنين ولا المسلمين ولم يكن يتعلق بعقيدة معينة وإنما كان رسالة عالمية للإنسان أينما كان في أي زمان ومكان إذا أراد أن يسعى فعليه أن يزاوج بين القراءتين لكن تبقى نقطة واحدة هنا هذه المزاوجة بقدر ما هي ضرورة الآية التي بعدها تنبهنا إلى شيء عظيم لشيء خطير انتبه أيها الإنسان لو تتخلى عن قراءة بقراءة لو تستغني عن قراءة منهما منهما فإنك سوف تضغى وتضل كلا إن الإنسان اللي يضغى أرآه استغنى أرآه أي حسب أو ظن أو خال نفسه ماذا؟ خال نفسه أنه استغنى بعقله عن النص عن القرآن أو استغنى بالقرآن وجلز في بيته ولم يستقدم القلم والعقل لا قلت الحذاري أرآه استغنى إياك وأنت تصور أنك قادر على أن تستغني عن هذه المزاوجة بين القراءتين فحضارة الإسلام من لحظة التي نبع فيها إلى أن نشأت هنا عبر ربوعكم في المغرب وفي الأندلس قامت على هذه الثنائية مزاوجة بينكما ما شاء الله الجميل وأن كل الحضارات بدأت وانتهت إلى الحضارة الإسلامية ربما تتقهقر نوعا ما لكن تعود سرعان ما تنهض وهذا رجع إلى هذا الكتاب المعجز الذي لا يتيب البطن بين يده ولا من خلف إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون أستاذ الكريم حينما نسمع الآية الكريمة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل هجر قراءته يعني قراءة القرآن هجر تدبري معانيه أم هجر ماذا هجر القرآن هجر العمل به ربما نقرأ القرآن ربما تجد حافظا لكتاب الله تعالى ولكن حياته تختلف اختلافا كاملا ومقياسنا في معرفة الأمة التي هجرت كتابها كتابها هي سلوك الناس في داخل المجتمع إذا كنت ترى سلوكهم طابقا إذا كنت ترى سلوكهم طابقا إلى القرآن الكريم اعلم أنهم فعلا لم يهجر القرآن أما إذا خالف سلوكهم القرآن الكريم فقد خالفوا كتابه بالتحضوري هنا قصة ربما هي قصة قيروانية قيروانية مع أول مفسر في هذه الربوع ابن السلام هذا التفسير ابن السلام كانت يوم يقول ابنه كنت أسير في أحد أزقة القيروان وفجأة يجذبني والدي هذبة قوية ويدخلني إلى زقاق فتعجبت قلت ما لقل أسكت فسكت ثم قال لي بعد أقبر انطلق انت نقلق قلت له ماذا يا أبي ما الذي حصل هذا ابنه ابن عمد ابن السلام يحكي الرواية وهو صاحب أول تفسير تفسير ابن السلام وهذا على فكرة حققته هينشالبي وهي أول هينشالبي قال رأيت في الطريق رجلا كان قد استدان مني استدان مني وحان موعد سداد دينه ولما يأتي فلعله يكون معصرا فأردت أن أمهله فأنال بذلك فضل قول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرح أردت أن أمهله حتى أنال فضل التيسير عليه ننظر هذا المشهد البسيط وإن كانه عظيم في واقعنا لو يستدين واحد من واحد يذهب إليه في الصباح أو في المساء ليقول له هاتي ما عندك هذه العقلية هي التي تدل على أن الناس يتعاملون مع القرآن لم يهجر القرآن لم يهجر القرآن في واقعهم وأنهم يعيشون مع القرآن هل فعلا تحقق هذا عبر التاريخ يعني هذا العالمية عالمية الإسلام ملا شك فيه لأن الإسلام يعني هو الذي إلى الآن لم يجد له تفسيرا كيف استطاع أن يزيل حضارات بأكملها من العالم حضار الرومانية حضار اليونانية حضار الفاريسية كيف في خمسين سنة فقط أعاد أن يعيد منهجة الكرة الأرضية وناس كانوا معزولين عن العالم لا يعرفون غير الإبل وإذا غنون وشعرهم دال على ما كانوا فيه في خمسين سنة أعيد منهجة نصف الكرة الأرضية وناس خرجوا ليس عندهم لا دولار ولا أورو عندهم القرآن إذن إذا سألت فضيلة العلم جليل الأستاذ دكتور حسن المناعي يعني نصيحة للمشاهد الوفي لهذا البرنامج كيف يعتني بهذا القرآن الكريم؟ عليه أن يجمع بين القراءتين أن يتمسك بكتاب الله في اليمين والقلم في الشمال وأن يزاوج بين القراءتين حذار أن يبقى في الزاوية ويقف في المكان دون أن يشتغل بفكره وعقله ويبحث داخل المخبر ويكتشف ويجتهد ويبحث ملكوت الله لأن العطاء الله في هذا الكون وعطاء مثل ما يعطي ويعطي لمن يسعى لمن يجتهد فعليه أن يزاوج بين هاتين القراءتين بين القراءة النصية القائمة على القرآن الكريم والقراءة القلمية التي أمرنا أيضا بها حفظكم الله عالمنا الجليل الدكتور حسن المناعي وأنتم من تونس الشقيقة جامعة الزيتونة وأثابكم على هذا العمل الذي تقومون به سواء في تألفكم أو في محاضراتكم أو في كل ما قمتم به من أجل الدعوة لنحافظ على هذا القرآن الكريم ولنبين قيمته في إشراقات نورانية وفي نور بصيرة يعني لسادة المشاهدين الكرام ولكل الأمة الإسلامية جمعاء إذن أحباب المشاهدين الكرام نشكركم على حسن الإصغاء نتمنى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن السماء العليم والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إلى لقاء قريبين بإذن السماء العليم